موسيقى من ويلات الأسر ومرارة الحروب خرج إلينا محملا بالتجارب والحكايات وخيالا مثقلا بالأساطير عاش مغامرا حالما تماما مثل كتاباته فخلدت في تاريخ الأدب وأصبحت أيقونة دائمة هو الشاعر والأديب الإسباني الشهير ميغل دي ثيربانتس ثيربانتس جندي وأديب إسباني ولد في العاصمة الإسبانية مدريد في 29 سبتمبر عام 1547 درس العمارة والأدب والفن في روما عندما كان شابا ثم انضم إلى البحرية الإسبانية وأثناء خدمته في البحرية أصيبت ذراعه ليسرى بجروح بالغة أفقدته القدرة على استخدامها بعد ذلك واعتبر ذلك رمزا للشرف والتضحية يعد إحدى الشخصيات الرائدة في الأدب الإسباني على مستوى العالم وكان له تأثير كبير على اللغة والأدب الإسبانيين حتى أصبح يطلق على اللغة الإسبانية اسم لغة ثيربانتس بسبب إثرائه المفردات الإسبانية بالعديد من العبارات والأقاويل التي جعلت للغة خصوصيتها بعدما كادت أن تصبح أجزاء من لغات أخرى اشتهرت أعماله بالهجاء الذكي البسيط في مضمونه ومنهاج ألقبه بأمير الذكاء واشتهر عالميا بعد كتابة روايته الشهيرة دونكي خوتي الصادرة في جزئين بين عامين 1605 و1615 وتعد واحدة من بين أفضل الأعمال الأدبية على مر العصور اعتبر النقاد روايته دونكي خوتي بمثابة أول روايات أوروبية حدثة وبداية طيار الواقعية الأدبية كجزء من الجماليات النصية وهي محاكاة ساخرة للرومانسية الفروسية التي سادت لوقت طويل في الأدب الشعبي وأشياء أخرى عن ثيربانس هذا الرجل الذي مر بتجارب كثيرة جدا في الإطار النفسي والإطار العسكري في حياته العسكرية وفي رحلته وتعرض للأسر ثم إصابة ثم انتقال من مكان إلى آخر وجولة كبيرة جدا حتى استقر به المقام في النهاية مع الأدب ومع اللغة أبدع في الأدب واللغة وأثرى أسبانيا وأثرى التاريخ الأدبي الأوروبي وليس فقط كتابات خاصة به أو ثراء خاص به هو القراءات المختلفة عن ثيربانس فيها الكثير من النقد اللي ممكن يوجه لي أو يوجه لهذه الكتابات لكن يظل الاتفاق على أنه واحد من أهم المبدعين في التاريخ الأوروبي الخاص بهذه النوع من الكتابة أو بهذه نوعيات من الكتابة شاعر يستطيع أن يبدع في نظم الشاعر والكثير من الأمور الأخرى اللي هنعرفها النهاردة عن هذا الرجل معه ضيفنا اللي منورنا النهاردة الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ الأدب المقرن والأندلوسي بكلية الأدب جماعة القاهرة ورئيس قسم اللغة العربية السابقا دكتور أحمد منور الدنيا أهلا بحضرتك أفندي دكتور أحمد ونحن نتكلم عن ثيربانتس وطبعا جائزة ثيربانتس معها ثيربانتس كل الاحتفاء العالمي بثيربانتس اليوم وفي هذا التوقيت لماذا يقدر العالم الآن بعد مضي هذه السنوات الطوال ثيربانتس؟ نعم هو قامة كبرى في الأدب الإسباني بل وفي الأداب الأوروبية أيضا لأن ثيربانتس يفتتح عصرا جديدا في السرد وفي الرواية في أوروبا هذه الرواية العظيمة وهذا العمل العظيم هو كما يعده النقاد تقريبا يجمعون على أنه أول رواية في الأدب الأوروبي بصفة عامة عفوا رواية بقواعد الرواية رواية بقواعد الرواية الفنية نعم وبعد ذلك احتذاه آخرون كثيرون من داخل إسبانيا ومن خارجها كلهم صاروا على نهج ثيربانتس بالإضافة إلى ما تفضلت به حضرتك وما جاء في التقرير عن أنه كان صاحب لغة خاصة أعطت اللغة الإسبانية جمالها ورونقها واستطاع بذلك أن يقدم لنا لغة إسبانية كما نستطيع أن نقول مثلا كالمتنبي أو كشعرائنا الكبار وأدبائنا الكبار الناثرين مثل الجاحظ وهؤلاء جميعا فهو مؤسس لهذا الأدب الإسباني ولهذه اللغة الإسبانية طيب حضرتك أتوقف مع التشبيه لما نقول المتنبي أو الجاحظ أو هذه الأسماء كانت لها من التعقيدات اللغوية الكبرى تحتاج فك لتلاصم هذه التعقيدات على غير المتخصص أو على العادي يقال أن ثربانتس كان ملينا للغة الإسبانية على النقيد أو على العكس نعم بس هناك تشابه واضح في في التأثير يعني في الجناس والطباق وجمال الأسلوب ورونق اللغة بينه يعني لو نظرنا إليها في لغتها الأصلية الإسبانية وبين طريقة الساجع والجناس والطباق في الأدب العربي وأنا شخصيا كانت لي تجربة يمكن خاصة في هذا المجال في المقارنة بينه بين العمل الذي العظيم اللي هو دونكي خوتي دي لامانشا وعمل آخر هو حديث عيسى بن هشام للمولحي محمد المولحي وجدت تشابهات كثيرة بين العملين حتى بين نسيجي كل منهما والدور الذي قام به الوظيفة التي قام بها المولحي والوظيفة التي قام بها دونكي خوتي الذي يعرف عالميا بدونكي شوت في العالم كله وجدت تشابهات كثيرة في كافة المجالات في بنية القص السرد وفي اللغة كما قلت لحضرتك ويمكن أن نستعرض بعض النصوص لنتبين هذا السجع حتى بدون أن نعرف اللغة يستطيع المستمع العادي أن يدرك الجناس والطباق والأشياء دي في اللغة الأخرى في اللغة الإسبانية طب عايز أسأل حضرتك كتعريف أو كوضع لوحة تعريفية كده مجملة ومبسطة أيضا لدونكي خوتي هذا العمل يمثل إيه بالنسبة للقارئ القارئ الآن حين يقرأ هذا العمل ماذا يجد؟ هو يمكن ما نقص عندكم في التقديم شيء بسيط جدا لا لم ننقص عندنا شيء احنا بنقدم علمات مقتضبة بس ولكنه كان مهما وهو أنه سجن حضرتك موجودة عشان تحكمنا ولا قلت اتعرض للسجن نعم فهو ذاق مرارة السجن سجنة وأسرة لا في السجن الملك سجنه لا تعرض للأسر نعم تعرض للأسر بس تجربة السجن أثرت فيه تأثيرا كبيرا وهناك يبدو أنه سجنة تحديدا في سن الخمسين عاما لأنه كما تفضلتم وذكرتم هو ملود سنة 1547 وسجنة سنة 1597 وفي فترة السجن يحكى أنه بدأ يكتب روايته الدونكي خوت هذه الرواية بدأها لا ندري هل أتته الفكرة فقط وبدأها أم أنه كتبها كلها في فترة السجن أم أنه استكملها بعد ذلك طبعا التحديد لا يكون دقيقا ولكن هو بدأها هناك يعني بدأ هذه الفكرة المهم أنا أذكر هذه الفترة لماذا؟ لأنه أراد وهو في سجنه أن يعني يخلص العالم من شروره هذا التصور الذي كان عنده أن العالم مليء بالشر وهو يريد أن يخلص هذا العالم من الشرور فجاء بهذه الشخصية شخصية الفارس الذي يقرأ كتب الفروسية الكثيرة من العالم رجل باع الأفدنة التي كان يمتلكها وورثها عن أسرته واشترى بها كتبا اشترى بها مكتبة زي المكتبة اللي موجودة وحبس نفسه في غرفة وراح يقرأ هذه الكتب ويلتهمها التهاما دي الشخصية شخصية دونكيخوتة اللي هو رسمها شخصية دونكيخوتة لو نظرنا إليها سنجدها تطابق شخصية ثيرفانتس هي أيضا هذه الشخصية في الخمسين من العمر نفس السن الذي كان يبدأ فيه هذه الرواية العظيمة كأنه كان يجسد حاله نوعا ما تقريبا وبعدين بعد أن قرأ كل هذا وده الطريف في الأمر يقال طبعا الناس كلها قالت أنه رجل الجنن أن الكتب قد أكلت مخه ولم يفق منه شيء فعاش في عالم الفروسية فخرج إلى العالم ليطبق ما قرأه في هذه الكتب يعني هو قرأ عن إيه أن الفارس وتقريبا حاجات شبيهة يمكن بالتراث العربي عندنا حاتم الطائق اللي يأتيه الكريم الحاجات دي كلها الإنسان الفارس الذي ينجد من يستغيثه به نادي يقول يهب إليه دون أن يسأل السبب وده موجود عندنا فقلا في التراث العربي وهذا هو الجانب كمان المتأثر فيه بالتراث العربي وهو يكتب هذه الرواية العظيمة فخرج دونكي خوتة وبدأ شرعها في الخروج وهو يسميها رواية السيد النبيل الشريف العبقري دونكي خوتة دي لمنشا وبعدين طبعا معلشي آسف أنا يمكن بستطرد وأرجع تاني لأن ينبغي أن نذكر في هذا المجال الذين ترجموا هذا العمل إلى اللغة العربية وقد فقدنا مترجم هذا العمل وهو الصديق والزميل الرائع الدكتور سليمان العطار والذي نشر سنة 2012 ترجمت هذا العمل فقدناه منذ عدة شهور وقام بترجمة هذا العمل العظيم وعلى ذكر الذين فقدناهم والذين نفقدهم أيضا في مجال الإسبانيات منذ أيام قلائل ذكرنا زميلا آخر فقدناه وهو الدكتور حامد أبو أحمد في كلية اللغات والترجمة بالأزهر وكلنا كنا مجموعة مع بعض في الدراسة في إسبانيا فرحمهم الله جميعا وهذه كلمة حق ينبغي أن تقال وأن تقدم إليه ربنا يديك الصح يا دكتور الله يبارك في حضرتك لو حبيت أرجع لدنك نعم نرجع بقى لدنكي خوتي لا في قصة متعلقة بالجزء الثاني من العمل نعم إيه الحدوتة دي وليه أثير البلبلة حول الجزء الثاني؟ هو بعض الكتاب الصغار استغل الفرصة استغل فرصة شهرة الشهرة العظيمة اللي عملها الجزء الأول بتاع دونكي خوتي وألف على غراره شيئا آخر وسماه دونكي خوتي ده بقى دونكي خوتي المزيف الذي ليس حقيقيا لكن الحقيقية أن هناك جزءا ثانيا لثيرفانتس كما تفضلتم وذكرتم بالفعل نشر في سنة 15 لكن موجود هذا الجزء ومتفق عليه عالميا عالميا لا في التطاق عليه الجزء الأول طبعا هو الأكثر شيوعا عندنا المهم أنه في بداية الرحلة كما قلنا من البداية خرج ليطبق هذه الأفكار وهو في ذهنه أن الفارس لا يكون فارسا إلا إذا توج ذيت توجي الملك كده وأن ينصب فارسا فكيف ينصب الذي ينصبه المفروض الأمير أمير المقاطعة الملك أي شيء من هذا لا هو خرج ووجد فندقا نزل فيه وقال يا صاحب هذا القصر أين أنت فجاءه صاحب الفندق وقال له إذا عليك أن تنصبني فارسا لكي أقاتل الشرور في العالم وسأصهر الليلة على سلاحي يصهر على سلاحك ويعده وينظفه ويستمر فيه طول الليل كده كأنه في محراب كأنه في محراب يستعد وفي الصباح تتوجني وتنصبني طبعا الناس كلهم أصيبوا بالدهشة وهنا بقى فيه حاجات كثيرة حصلت ووقائع كثيرة حدات خفيفة تضغل حتى وخناءات حصلت معاه بمجموعة من البغالين البغالون هؤلاء زي بطول حنطور كده كانوا ينقلون الناس والأمتعة من مكان إلى آخر فبيريحوا في هذا النزل هو حط أسلحته في الحمام في مكان معين فدخلوا قالوا إيه القرف ده وأزلوها فجاب الأسلحة وطلع وقف لهم وقال لهم إيه لم ترتدعوا فسأقتلكم جميعا وفعلا فالناس قالوا لأ ده واحد مجنون وأشار إليهم صاحب الفندق قال لهم ده مجنون ده جاي عايزني نصبني بيقول لنا الصبني ومش عارف إيه فأنتوا بعيدوا من طريقه أحسن إيه تروحوا في الناس فالمهم هو استمر هكذا وفي الصباح نصبه الرجل قال له نصبني قال له أقول إيه أقول نصبتك فارسا الفارس الفرساني لتقاتل الأشرار وأخذ هذا التنصيب وكده خد براءة صك بقى وبدأ الرحلة وخرج وبدأ يقابل من يقابل في طريقه أشكال وألوان لا حصر لها من الأشياء العجب العجب هو أولا العدة التي تهيأ بها أنه ركب فرسا أعجب ولابد للفارس أن يكون له تابع التابع يشيل الخوذة ويحمل الكنانة الكنانة اللي فيها السهام يشيل الحاجات دي اتابع له فرأى فلاحة بفقيرة من قريته يدعى سانشو بانثا سانشو بانثا فجاء بسانشو بانثا هذا ولابد أن يكون التابع أقل منه في الردبة فمش ممكن يركب فرس زيه لا فركبه حمار فركب حمارا يدبعه ويسير خلفه وهو يسير في الأمام أعجب كده ويأتع وطالع يتقدم ليحارب فسامع صوتا أول شيء قبله أنه سامع صوت طفل يبكي شاب يبكي ويستغيث ويبدو أنه خادم وأن سيده كان يجلده ويضربه لأنه لا يقوم بعمله خير قيام وأنه أهمل أو كذا أو كذا وبعدين بيسأله بسؤاله وجد أنه لم يأخذ راتبه لمدة طويلة فجاء إلى السيد وقال له أنا بصفتي فارس الفرسان أنا آمرك بأن تعطيه أجرته كاملة وبأن تتركه وأن تعتقه للأبد ولا تستعبده مرة ثانية الرجل خاف فعلا ويسابه وأطلق صراحه وبعد ذلك يواصل يواصل هو بقى الرحلة طبعا يعني سرد رائع جدا وممتع جدا وحدوتة بقت بشكل حدوتة حلوة كده حضراتكم سمعتوها بضع حضراتكم بقى لقراءة الرواية نفسها بالجزئين هتلاقوا فيها متعة وشغف كبير جدا وهتتحكوا وتنبستوا هتشوفوا جوانب من الثقافة الإسبانية في الوقت ده كان شكلها إيه مرصودة برضو كرصد حي كده لهذا المجتمع ولهذا الواقع دكتور يعني لو تحب حضراتك تضيف حاجة اللي قارئ الرواية ممكن تقوله إيه في الخلاصة وبرضو عايزة حضراتك تديني إحنا قدامنا قد إيه إحنا حلصنا فعشان كده حلصنا طعام أنا دايما أجيء بالنصوص لأصطديق بها لو حبينا ما هو أروع من النصوص الله يبارك فهو طبعا الرجل في رأسه أن يحقق العدالة الناجزة يعني عدالة المحاكم لا أما بيعتربش بيها عدالة الأشياء دي كلها لا هو العدالة عنده افعل ولا تفعل ولذلك عندما أمر صاحب المزرعة فترك الولد كان ذلك عدلا وهو العدل الذي يحققه في الدنيا ويرفع الشرور عن الدنيا وطبعا معروف الباقي وأنتم تعرفون واللي قرأوا واللي حيقرأوا أنه حارب طواحين الهواء وحارب كذا وكذا وقابل مصاعب كثيرة في حياته وجدته مشابها لحديث عيسى بن هشام ولذلك درسته عملت هذه المقارنة بينهما لأن عيسى بن هشام أيضا في هذا الحديث اللي عمله الملحي بسرعة في دقيقة أنه يعني بعث رجلا من المقابر باشا قديم لكي يرى العالم في هذا العصر فينتقد المجتمع أيضا مثلما انتقد دونكي خوتي مجتمعه في إسبانيا نورتنا وتسلم إيدك ويسلم لسانك نورتنا وشكرا لحضرتك نورتني دكتور أحمد عبد العزيز أستاذ الأدب المقارن والإندلس في كلية الأدب جماعة القاهرة شكرا لوجودك معنا شكرا لك شكرا لحضرتك مع حضرتكم من هذه الرحلة ومن ثربانتس ودونكي خوتي والأدب الأسباني والخيالات الجميلة والرحلة الرائعة نسيب حضرتكم ياريت تقرأوا هذه الرواية هتستمتعوا بها نورتنا مع حضرتكم في وقفة أخرى في صالون المساء مع قصف شارع من أقصر شوارع القاهرة الشهيرة يمر كممر فاصل بين عالمين متناقضين في كل شيء حي الأثرياء جاردن سيتي وحي البسطاء والدرويش السيدة زينب يحتفظ الشارع بين جنباته بحكايات عديدة وأرضه ضيقة نسبيا تتنسم تاريخ شخصيات لها تأثير في التاريخ المصري هو شارع المبتديان وشارع المبتديان أو كما عرف بشارع محمد بيك عز العرب أحد شوارع وسط البلد يتفرع من شارع القصر العيني ليفصل بين حي جاردن سيتي ومنطقة السيدة زينب أسسه السلطان المملكي الناصر محمد بن قلوون وأقام على جانبيه القصور والميادين ولكنه بسبب حروب المماليك ومؤامرتهم وقع صريع الإهمال وبحسب كتاب القاهرة شوارع وحكايات للكاتب حمدي أبو جليل عندما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر كانت المنطقة تعرف بطل العقارب نظرا لازدحامها بالمستنقعات والخرائب التي كانت مليئة بالحشرات السامة وذلك سهل على قادة الحملة تحويل جزء من الشارع إلى ساحة لتنفيذ الإعدام في الثوار المناوئين للاحتلال الفرنسي ويقال إنه شهد تنفيذ حكم الإعدام في سلمان الحلبية قاتل الجنرال كليبر ويقال إن تسمية الشارع بهذا الإسم تعود إلى 1868 حين نقلت مدرسة المبتدائيان الابتدائية بالعباسية إلى سرايا البرديسي الموجود بهذا الشارع في وقتها ومن يومها عرف باسم المبتدائيان أطلق عليه شارع الشيخ علي يوسف أحد الرواد الأوائل للصحافة المصرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر